ومعليك قبل أن أختم قضية الشأن الإسرائيلي هناك قضية الأسرة وهناك قضية الأسيرة على أحمد شو صار؟ الأسئلة كثيرة عبر المواقع التواصل الاجتماعي حول هذه النقطة تحديدا سيدي في موضوع الأسرة والمعتقلين والمسجونين والموقفين بدي أكرر الكلام اللي بنحكيه دائما وأنا بعرف أنه في بعض الناس منتقدنا لأنه منكرر نفس الكلام لكن مطلوب أنه نكرر الكلام لأنه هذا بعكس الجهود اليومية أنا يومياً بقول أنه جهود على مدار الساعة وليس كل عمل نقوم به يتم الإعلان عنه لأنه احنا بنهاية المطاف بدنا نحل هذا الملف احنا عم نشتغل على ثلاث أو أربع مسارات متوازية أولاً محاولات جاهدة لإنهاء هذا الملف بإطلاق صراحهم الإفراج عنه اثنين إلى أن يتم ذلك تحسين أوضاعهم لحد من معاناتهم تحميل إسرائيل مسؤولية صحتهم وحصولهم على حقوقهم الإنسانية حسب القانون الدولي ومسارات أخرى ترتيب زيارات لعائلاتهم لم تتم زيارة بالنسبة للعائلات من عام 2008 وذلك لأنه صار في بعض الفوضى لما زارت العائلات آخر مرة الآن إحنا جهدنا يتركز على واحد من المسارات اللي هو زيارة لكافة السجناء زيارة العائلات لكافة السجناء ويومياً يعني أنا لو أقول لك اليوم أربع برقيات من سفارتنا وثلاث تقارير من الدائرة المسؤولة عن هذا الملف في وزارة الخارجية سابع اليوم بس هذا حول هذا الموضوع وإحنا نتابع شأنهم بشكل يومي أنا شخصياً بتابع هذا الجود إن كنت موجود في البلد أو مسافر آخر فترة آخر ثلاثة أو أربع أشهر تم الإفراج عن ثلاثة منهم بسبب إنهاء محكوميتهم وكان في خمسة مضربين عن الطعام أربعة توقفوا عن إضرابهم علقوا إضرابهم لأنه حصلوا على المطالب بظل في أسير واحد اللي هو علاء أحمد ما زال مضرب عن الطعام تتضارب المعلومات حول صحته لكن إحنا يومياً نتصل مع إدارة الشجون الإسرائيلية سفارتنا بتل أبيب وبتطمن على صحته وتأكد أنه ما عم يصير في أي سوء في حالته الصحية ما عليك أرجوك لأن الحديث مستمر وأنت ذكرت أنه دائماً ما نعيد نفس الإجابة طب لا متى؟ بنظن بس نحكي في الإجابة بدون هل هناك شيء ملموس يطور على الأرض مثلاً؟ الآن التطور الملموس هو حصول أنا ما بقدر أفسع عن كل شيء لأنه هذا بيأثر على النتيجة يعني مرة قبل حوالي سنتين ثلاثة كان في أحد السوديناء على وشك أن يتم الإفراج عنه وكان فيه متطلب قانوني كنا عام نحاول نحلو كان شرط الجانب الإسرائيل أنه إذا تم الإعلان عن هذا الموضوع مسبخاً لن يفرج عنه أنا بالنسبة لي إيش النتيجة اللي بديها؟ بدي يفرج عنه فأعلن عن الموضوع ولا يفرج عنه؟ ويفرج عنه بعدين الآن في الناس اللي تقول لك التفاصيل أنا مستعد أعطيك أساميهم الربعي والثلاثي يعني في تسعة وعشرين سبعة أطلق صراح عطى عياش عطى ساطي عياش تسعة وعشرين سبعة أنهى محكميته وعاد إلى المملكة في أربعة تسعة أطلق صراح حسن حسين جمعة بدوي عاد إلى مكان إخامته في الضفة الغربية في ستة عشرة أطلق صراح إيهاب عبد الرحيم المصري عاد إلى مكان إخامته في الضفة الغربية ما زال هناك خمسة عشر معتقل وموقوف واحد حدث اسمه محمد مهدي سالم محمد مهدي سلمان يعني يومياً متابع هذا الملف وبتفاصيله ما هي النتيجة المرجوة؟ أنه نفرج عنهم جميعاً أنا بتحدث عن مرة ثانية قوة محتلة هي اللي بتحتجزهم عم بتحدث عن ضغوطات نمارسها ستؤدي إن شاء الله إلى نتيجة الآن عم نحاول نرتب زيارة بحطه للجانب الإسرائيلي عراقيل بدهم يحدوا من عدد أفراد الأسرة اللي بدها تروح تزور بدهم يحطوا حواجز بدهم شروط مسبقة على سبيل المثال أنه قبل ما يفرج عن أي أسير أن يتم تقديم تعهد من المملكة الأردنية إلى هاشمية بأنه سيعود إلى الأراضي الأردنية أنا ما بقدر أقدم هيك تعهد إذا كان الأسير نفسه مكان إقامته في الضفة الغربية ولا يريد أن يعود إلى المملكة الأردنية يريد أن يبقى في الضفة الغربية تفاصيل كثيرة الحالة المثالية هي إنهاء معاناتهم جميعا وإطلاق صراحهم ولكن هذا واقع وهذه معاناة وتطمئنون على أعلاء حماد يوميا يوميا وعلى مدار الساعة وعلى مدار الساعة طيب ولا نية ولا بوادر أن ينهي إضرابه الأسير على أعلاء إن شاء الله في الأربعة أنهوا إضرابهم هو يعني ما أنهى إضرابه في تفاصيل يعني إن شاء الله أنه نقدر نحلها لنتمكن من الزيارة وإطمنانا